عبوراً فوق الحدود الجغرافية والسياسية والثقافية تجتمع الجالية العربية بتركيا والمهتمون باللغة العربية من الأتراك في معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي للسنة السابعة على التوالي نحن لا نعتبره معرض كتاب فقط إنما هو أكبر حدث ثقافي عربي خارج جغرافيا العالم العربي يتواجد فيه الكتاب بشكل أساسي معرض كتاب وأيضاً يرافقه فعاليات ونشاطات كلها لها علاقة بالكتاب وباللغة العربية وعلى الرغم من الصعوبات الحياتية التي تواجه المغتربين بصورة عامة إلا أن معرض الكتاب العربي في إسطنبول أثبت عبر سبع دورات متتالية أن الكتاب العربي والإنتاج الفكري والثقافية العربي لا يزال يتغلب على صعوبات الحياة في مجتمعات المهجر كما يثبت أن حب القراءة والاهتمام بفروع الفكر العربي لا يزال مسيطراً على العقل الجمعي للشعوب العربية برغم كل المتغيرات والتحديات السياسية والاقتصادية ولذلك يعول منظم المعرض عليه في دعم التقارب بين العرب والأتراق ومواجهة محاولات بثروح الكراهية والعنصرية ضد الأجانب في مجتمعات المهجر غير أن ثمت أسباب تعوق انتشار الكتاب العربي بين القراء أسباب تتعلق بارتفاع أسعار الكتب العربية بصورة عجز معها الكثيرون عن شراء ما يريدون من كتب لا سيما في ظل أوضاع اقتصادية بالغة الصعوبة يعانيها المغتربون من جراء تداعيات الأزمات والحروب المشتعلة في العالم ما يفرض تحديات عديدة على معارض الكتاب وكذلك على كل محاولات التقريب بين الثقافات المختلفة